السلام عليكم. سحر مدى لكم. كان بعد تلاميذ سألوني على الدالة الخطية والدالة التألفية وطريقة استخراجها وكل الأشياء التي نتعلق بها. اليوم نحاول نعمل حلم والخاص خفيف. في نفس الوقت نحاول نفهم الدالة الخطية والتألفية من البداية وكأن ما نعرف هوالو عليها. لاحظوا عنها. بالنسبة لكم حتى الدالة التابعة نختار الدالة التابعة موجودة وحطوها في عام 2013 وفي عام 2013 حتى الدالة التابعة. على هذا الشيء احتهيا نخدمها ونرى ما فيها كميزة. لدينا بنسبة للدالة الخطية. الدالة الخطية كما تعرفون هي تكتب من الشكل يساوي وبالنسبة للدالة الثابتة وهي كمثال نحاول نفهم هذا. لاحظوا معي. بالنسبة للدالة الخطية الدالة الخطية ونشوفها كمثال نمشي الوكالة الهاتف كمثال الموبيلس والأوريدو ونشري شريحة عليهم. هذه الشريحة كنشريها لا يوجد اشتراك لا نشترك يقول لي كما تهضر وحدة تخلص كل وحدة نهضرها كمثال خمسة دينار يعني إذا هضرت هنا إذا هضرت وحدة نخلص خمسة دينار إذا هضرت اثنين نخلص عشرة إذا هضرت ثلاثة الوحدة نخلص خمستاش ونتحرك هنا بس ما نعمل هنا نعمل خمسة في واحد خمسة في اثنان خمسة في ثلاثة نحن بصح كنشري ولا كنشري ولا الشريحة رأنا عارفين شحلنا هضرو ونعارفوش شن نبقو ما هو عدد الوحدات المستهلكة في الشهر بعد في هذه الحالة أن هذك عدد الوحدة المجهول نسميه X عدد الوحدة المجهول نسميه X والثامنة الوحدة هو خمسة معنى تجينا Fdx في هذه الحالة تساوي خمسة X وسمعن تها هذه الخمسة هذه الخمسة هو ثمن الوحدة ثمن الوحدة الوحيدة ثمن الوحدة معنى إلا هنا كمثال نحن نفهم هذه السابقة والصورة هذه نسميها X نسميها السابقة لنعبدو بها نسميها السابقة وبالنسبة للنتيجة هذه النتيجة نسميها صورة النتيجة هي الصورة ما تخلعكم وشكي يقول لكم صورة الصورة هي نتيجة تعلحيساب هي نتيجة هي الصورة معنى تكي يقول لك ما هي صورة العدد خمسة معنى تها ما هي نتيجة العدد خمسة مثال كان هنا X هو ليسوي اثنان معنى نكتب A في اثنان معنى هذه هي السابقة هذه الاثنان هي السابقة أي ما هي صورة اثنان بهذه الدالة معنى خمسة في اثنان نعود هذا كل X باثنان ويساوي عشرة هذه العشرة هي الصورة هي الصورة بين قاسين النتيجة هذه النتيجة هذا فيما يخص الدالة خطية نذهب إلى الوكالة الهاتف دخلنا وعطونا شريحة هذه الشريحة يحسبوننا كمثال للثامن الوحدة اثنين دينار لكن صح يقولوننا شرط اشتراك يفرضوا علي اشتراك تا ألف دينار معنى هايقولوا لي هنا واسم نخلص معنى هنا كان كمثال كان نفنج ونفهمها كما عملنا لبدالاخطية كمثال وكان نستهلك غي وحدة وحدة ما سننخلص؟ ما نخلص غي اثناني نخلص غي اثناني ونزيد لها الالف دينار اللي تع Insert نستهلك وحدتين معنى نخلص نخلص حال نخلص أربعة معنى اثناني في اثناني جنا أربعة ونزيد لها الألف وكان مثال ، ننهضر ثلاثة ثلاثة الوحد نعمل ثلاثة في اثناني، جنا ستا ونزيد 4 معنى هاي تلاحظ معايا؟ معنت الاصل ما عملت يوم ما عملتها دائما موجود دائما نزيده يعني نخلص هذه بثامنة اثنين دينار لذلك نزيد الاشتراك بل يفرض عليك حتى لا نهضر ونخلصه وكما نهضر بالوالة وكما نهضر بالوالة واحدة بل يفضل علينا نخلص الالف دينار وكما هنا كان نعمل صفر كما نهضر بها نخبيها التسيسي لها هداس شريحة هنا نخلص معنى نعمل صفر زائد الف دينار الغداء الف دينار تخلصها في البديل عندهم تخلص الألف دينا. يعني هنا في الصفر تخلص ألف. بمثال هذه الخطيئة هنا نعود لها. ما كان ما تهدرش ما تخلش. كما تهدرش ما تخلش مع أنها تعمل خمسة في صفر. أي أو هنا ما كانش ما تخلش صفر صفر. على اسمها هذه الخطيئة وفي التمثيل البايني الذي تميزه تمر من المبدأ. يعني لماذا تمر من المبدأ؟ لخاطر النتيجة طاعة صفر هي صفر. يعني قلنا صفر صفر. وقلنا بالنسبة لكي نفصلها ملاح. الفاصلة هي السابقة. والصورة هي الترتيبة. الناتجة هي الترتيبة. نعاون الأحداثيات والنقاط ونفهمها ملاحة. دعنا نكمل مع هذا الدالة التألوفية والتعويضات. أي لاحظ معي هنا. هنا نكتب جيلي اكس. نخرج الدالة العبارة الجبرية طاعة جيلي اكس. جيلي اكس هنا. وهل ما تلاحظه هنا؟ هنا وهل ما نعمل؟ سنعمل اتناني في صفر زائد ألف عاود اتناني في هنا عامل اتناني في اتناني زائد د transaction نجينا اتناني في واحد اتناني في واحد عفوا اتناني في واحد هذه هذه منين جاءت هذا الربعة هي اثناني في اثناني عاود هذه منين جاءت جاءت من ثلاثة في اثناني واذا ما كتوفوا هنا 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 ما كتوفوا؟ كتوفوا باللي خطرة قاعدنا هنا بالنسبة نسقد لكم هذه نخطبها نشطبها الملاح هذه هنا عندي واحد في اثناني هذه واحد بتجي مرتبة باش نفهمها ابنح هنا عندي اثناني في اثناني وهنا ثلاثة في اثناني هذا اثناني هذا الاثناني اللي مناه هذا تمام الوحدة الواحدة لعفو على البديم anything بال соврем which is لعفو على الكتابة المشطبة شوية استحنا انفهم انا هنا، بالنسبة لائدنا صفر هناnelون حيث صفر في اثناني زائد 1000 هنا واحد في اثناني زائد 1000 هنا اثناني في اثناني زائد 1000 هنا ثلاثة في اثناني زائد 1000 هنا هنا اللون عنكم تراه هذا العدد الوحدات ستبدل وهذا العدد الوحدات نبدأ هذا العدد الوحدات ولكنو وصلتها 8 tam Cause 100 ولا نقوم بها عليها. بعد ذلك نسميه x. بعد ذلك نعمل هنا. نعمل اثنانة اللي هو ثمن الوحدة الوحيدة في x. ونزيدوله ثمن الاشتراك. ايا هنا دروق هذه ال x هي السابقة. وهذه النتيجة كاملة كي نحسبها. هذه. هذه هي الصورة. مثال. وكان يقولون نا. وكان نستهلكو كمثال اه خمس واحدة. اش حال نخلص. بعد ذلك نعمل جي لخمسة. تساوي اثنانة في خمسة. زائد x هو لخمسة. زائد الف. ايه. الف. اعفوا. زائد الف. ايه. تعطينا هنا تساوي اثنانة في خمسة. تعطينا عشرة. ونزيدولها الف. ونخلص هنا. الف. وعشرة. معنات هنا. هذه الف وعشرة هي صورة العدد خمسة. معناتها الف وعشرة هي نتيجة العدد خمسة ولا السابقة خمسة. هذه خمسة. هذه هي السابقة. لاحظوا معايا كي سهلا. مش حاجة صايمة. وتقدروا عليها. مش حاجة اللي تقبل لكم. نمشي والدالة الثابتة. الدالة الثابتة. نفس الشيء. نمشي والوكالة هذه. كي نمشي يقولون لي مثال خلص خمسة الاف دينار. بتهضر شحل مواتحب. ما يهمك شحل تكلم. معناتها الى هضرنا صفر واحدة. صفر ما خبينا هذه الشريحة. نخلص خمسة الاف. خمسة الاف تعطيها لهم في الدربة اللولة. الى استهلكت واحدة وحدة. تخلص خمسة الاف. الى خليت الهاتف مشعول وخدام وخليته محلول. وكمثال السهلكت كمثال ألف ألف وحدة. تخلص خمسة الاف. معناتها هنا لا يوجد اكس. ما كانش عدد الوحدات ما يؤثرش عدد الوحدات مهما كان خلص خمسة الاف. معنات هنا أشلي اكس. كنا نعبر عليها بالكتابة يساوي خمسة الاف. معناتها ما تأثرش بالقيمتها اكس. وكن نعمل اكس يساوي يعطيناها 5000 و لكننا عمل X يساوي 100 و تعطيناها 5000 كان عمل مليون يعطيناها 5000 معناتها X السابقة هادي تبدل كما تبدل الصورة تبقى الصورة تبقى نفسها الصورة تبقى نفسها تبقى نفسها معناتها هنا متبدلش دايما نحنا تعمل الصفر تخرج ل5000 مياه 5000 مليون خمسة الاف علشان تجي الدلة الثابتة الى تميزه الدلة الثابتة تجي تمثيل تباينتها يجي عبارة عن مستقيم موازي لمحور الفواصل موازي لمحور الفواصل معناتها يكون على اسمها ثابتة اختر تكون ثابتة عند الخمسة الاف ما يتبدلش السعر تبقى هي هي نزيد ونواصله نزيد وعودنا نفس الشيء نعمل التقسين او نخدم كل واحدة على حيضة نمشي والدلة نبدأ نمشي الدلة الثابتة الدلة الخطية الدلة الخطية بعد احيان نسمي قوله نافت ساماري نبدأه سيفهمنا دروق اسمي عنها الدلة الخطية والدلة الثابتة نحلو بعض الامثلة ماذا نفهم هذا واسم يعطونهم نقول نفس السؤال كمثال ايجاد ايجاد العبارة الجبرية لدلة خطية حيث حيث يا ايما يكتبوننا كمثال ايجاد 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 تحتوينا هيداك الإحداثية تحتوينا إثناني ستة بحيث لا تميزه هذه هي هذه وهذه هي هذه معنتها شو باش تفهم الفاصلة هي السابقة والترتيبة هي النتيجة ولا الصور صحيح فهمتوا معايا هنا لاحظوا معايا دروك كيف نخرج العبارة الخطية وسنخرج هاداك الآن هيك أيا دروك واسم عندي عندي F لإثنان تساوي AX نحن نكتب من هذا الشكل F لإكس يساوي AX نحن ندروك F لإثنان يساوي AX ويساوي يساوي والله شو نعملها دي إكس هيدا باش نتلفها لكم شو F لإكس يساوي AX نتبقى معايا أيا دروك هنا F لإثنان F لإثنان يساوي A في إثنان لخطر إكس هو إثنان هذا هو هذا يعني عوضنا حطينا A في إثنان ويساوي النتيجة هل نعرفها أم لا نعرفها هي ستة يساوي ستة أي دروك هنا أرا عندي هذه A في إثنان يساوي السمع معانتها A ما الذي يساوي العكس تدربيب لليقاس ما نحن نعمل إلى ستة على إثنان وتعتن هنا ثلاثة معانتها A يساوي ثلاثة معانتها A في إكس يساوي ثلاثة X نفس الشيءamo هنا هذه السابقة وهذه الصعرة كما أرى یہ يكتبون الآن نفس الشيء ها نكتبوها بذلك الشكل معلومة يعتبوها بذلك الشكل ولا يعتبوها بذلك شكل عندها نفس الفكرة الخطرة الفاصلة هي السابقة وترتيبه نتيجة والصعر ها نعملها لكم هذه هي السابقة وهذه هي الصورة وكما تعلمنا قلنا بلي الصورة هي النتيجة ما يصعبها لكم مش تحسبوا الصورة تبال لكم كل انسحاب ولا حاجة كبيرة ما كانوال وهذه غير سهلة عليكم الصورة هي النتيجة هاي الصورة هي النتيجة ثم ان هي من ذلك الصورة تخلعكم تبال لكم شيء كبير وهو ما كانوال وهذا ما كان حاجة صعيمة كل شيء سهل وصني برك نفهم ما نحفظش القوانين ونقعد نحفظ فيهم ما نحفظ حتى قانون كل شيء نخرجه براسك يلاحظ معين نمشي للدالة التألوفية مشي للدالة التألوفية نخرج لها صورة دالة تألوفية نقل كل خطرة نعمل لكم واحدة واحدة وحدة تقطيها او تألوفية او تلابيت كل خطرة هنا اي هنا دالة التألوفية نخرج لها ايجاد العبارة عبارة عبارة العبارة الجبرية عفوين العبارة الجبرية العبارة الجبرية هي بمذهب чтобы FDX A against or J Dx Y plus B إيجاد العبارة J de x هنا أقوم بإذن للعلوم القيام هنا بالنسبة لدي قم بتعرف شيء من إستخدام التألوفية في هذه نوع أ أنا أعطني أن أخرج الض جلoda قم بتعieszمك معلوماتين لا يفعلناして عليا لك íكتب لكей مثال either يعطونا G هنا في هذه الحلقة تلاحظوا بالA يعطونا معلومتين لا يعطونا معلومة واحدة يعطونا G لواحد يساوي 5 و G ل 4 تساوي 11 مثال هنا نخرج A و نخرج B لاحظ معي ما نخرج A نعمل A تساوي ماذا معي؟ نرفض الناتجتين و نطرحهم و نرفض السابقتين و نطرحهم النتيجتين نضعهم من فوق و الفرق مع السابقتين نضعه تحت نكتب 11 ناقص 5 و 4 ناقص 1 ماذا سهل؟ لا أخف نخرجه 11 نقص منها خمسة ماذا سهلنا؟ 6 و 4 نقص منها 1 ثلاثة أي 6 قسم 3 ثلاثة ثم تكتبه في القانون ثم لا أهمني نحفظ القانون ثم تكتبه ثم تكتبه جي لك 2 ناقص جي لك 1 على X2 ناقص X1 يعني جي لك 2 هو 11 جي لك 1 هو 5 على X2 ناقص X1 وتقدروا حتى تعملها ملاحظة ليس شرط تعمل هذه ناقص هذه أو لا تقدر حتى تعمل 5 ناقص 11 وتعمل 1 ناقص 4 إلا أنه هنا تخرج لك ناقص 6 على ناقص 3 والسالب على السالب يخرج لك موجب وتعطين هذه عاود بالتالي تعطيك عاود 2 ما عمتها؟ ما اختلف هناك تخرجه إياها ليس لكي ترتيب ولا أقل تبدي بهذه ولا نبدي بهذه ولا نبقى خايف ما نخاف مواله نخدم ونأخذها صحيحة أكثر المشكلة لكم لا تعرفوا ما المشكلة لكم حقرين رواحكم وتخافوا وتخافوا حتى تقوم بالحل تقول لكم أن تأخذوا خطأ وهي لا لم تأخذوا خطأ الأول أحاول تعاند وربيعونك نزيدون واصله لدينا بالنسبة نخرج البيضة حتى نستخرج البيض لدي جيلة X جيلة X يساوي دلتا ألف دلتا ألف يعرفوني معتها جيلة X زائد B أي هنا نعمل نختاره اللولة كمثال معلومة اللولة جيلة واحد تساوي آخرجناها هي اثنان يعني أنت آ هي اثنان في X حطينا حطينا X هو واحد مع أنتها X في هنا كين على مسفيرها محدوفة بخبية لماذا لخطر عندنا هنا يليها حرف عندما يلي العلامة في حرف أو قوس تحدث على مسفير مع أنت هنا هنا كين فيها هذا الفراغ كين فيها يرجعناك وضعنا العدد زائد B هذه الأولى متوسطة ما صح ما علينا فهمها لكم اختار بعض لحية صغيرة هي تكون محبسة لنا كل شيء يساوي نتيجة نتيجة هي خمسة أي لاحظوا معايا هنا جينا اثنان في واحد جينا اثنان زائد B يساوي خمسة معنى هنا B يساوي خمسة ناقص اثنان هذه الأثنان يبعدها لجأة أخرى وعادلة أي جينا هنا بي تساوي خمسة ناقص منها اثنان تعطينا ثلاثة أي صحي خرجنا الأول بي معنى تجيلة اكس كتامل جي دي اكس يساوي اثنان لهو ا اكس زائد ثلاثة ها هذا بصعاتكم ها هذه الدلة تألوفي ما كحتى حاجة صعيبة كان يقولون ندرك إيجاد دربنا نمشيه للدلة غيرنا صغيرة نعملها لانخطر ما فيه اش بالزاق خدمة إيجاد دلة هنا الدلة دلة تابيتا أفواً في الكتبات بالنسبة ل أنا عندي صعوبة بالنسبة لكل واحد أنا عنده صعوبة من جهة عندي صعوبة بالنسبة لكتابة بهذا القلم الإلكتروني شوية يغبن في الكتبات ما صحة معنى نتحداه وننخدم ونحاول نعاونكم بقدر الإمكان كما كان نعاونكم ايا شوف معنى ولا حادة بالنسبة لكتبات ما تهمش بزاق بقدر الكلام يعني أن نفهم كل شيء بالتفصيل ما أنت هنا لك شيء حاجة بكتبات ما بانتش ولا أنا نتكلم ما أنت حاول ربطة الكتبات مع الصوت وتفهم إن شاء الله وإن شاء الله رب يعاونك وأنني شاك في القدورة التاعك وإن شاء الله رب يعاونك عندي الدلة الثابتة وماذا يقولون يقولون إيجاد عبارة عبارة العبارة الجبرية العبارة الدلة الثابتة حيث يعطونا دروقي معلومة لا يهمنا أن يعطونا أي معلومة صحيح لخطر بالنسبة للدلة الثابتة ما فيها غير بي ما فيها لا إكس لا أول معنث هنا كان يقولون أن يعطونا معلومة كمثال ولا آش خير كما اللي عملناها في الفهمة الليولة آش لإكس ولا آش لإثنان يقولون أن آش لإثنان يساوي إحدى عشر اعطونا هذا المعلوم توكنا هذا الـ إحدى عشر هذا هو البي معنث هنا ندروق آش لإكس تساوي إحدى عشر لماذا أرقلنا بالنسبة لدلة الثابتة نتيجة تشعر تبدأ بالنسبة لك نتيجة تشعر نتيجة تشعر مهما كان الإكس ماذا أنت هناك أضع لإثنان وضع له أحد يغير نعطون هذا في الوحض يغير وضع لإمكانهم أي مليون كما يقولون الدلة ثابتة الكبير هذه الدللة هكا هي النتجة معنث هل إكس ولا زاد إكس أو يصبح هكما أريد هي هذه النتجة التي تبلدها يا ضرق الدلة صحيح، تعلمناك كيف نخرج ودرك النتائج درك نمشي ونعود للتمرين آخر دكان يقولونا درك نلعب وحاها لعبة هنا قسموها دي ونخدموك الأمثلة هيدا يقولونا ما هو شوف معايا يقولونا يعطونا حد دالة أولة دالة خطية أفلي إكس يساوي مثال يساوي خمسة إكس يا شوف معايا هذك الأسئلة اللي يعطوهم لكم يقولو ما هو السابق الذي صورتها يقولو أسئلة كما هنا نخدموهم بالوحدة بالوحدة نخدموك كامل حالة تبعو معايا تكتفوهم شوفوا ما يدرك السؤال يقولونا أوجد أوجد صورة العدد 6 بالدالة F وسمعتها صورة قلنا باللي صورة هي نتيجة نتيجة هي شو كيس هات شو أنا في عوض ما نقرأها صورة والتلفة علي نقرأها نتيجة شو أوجد نتيجة العدد 6 معنتها نتيجة العدد 6 معنتها النتيجة تع في عوض ما عندي إكس عندي 6 معنتها نكتب أفلي إكس معنتها النتيجة نتيجة نتيجة 6 أفلي 6 تساوي 5 في إكس نعوده ب 6 ويساوي 30 معنتها صورة العدد 6 هو 3 معنتها نكتب صورة العدد 6 هو 3 نمشي يقول للسؤال الثاني يعاون يقولون ندرك بالمقلوب يقول لك أوجد هذه أم الأسئلة ما كاشو أحد أخرين ما عندكم تخدم هاينا وهاينا أوجد العدد الذي صورته صورته كمثال أربعون ما أوجد العدد الذي صورته أربعون بالدلة أف أي معنتها هاي نقرأها عاود نقرأها بنفس الطريق هاي نسميها نتيجة معنتها نتيجة صورته نتيجته يقول صورته معنتها نتيجته أي أوجد العدد الذي نتيجته ربعين معنتها النتيجة التي齐 هي للي ربعين معنتها af plante x تساوي ربعين ي zrobi نتيجة هي للي تساوي ربعين معنتها هالنو نقرأ هنا بناقصة نعمل af plante x نعرف الكتبة brighter هناك، ما نكتب الم applicة هي تكتب إلى من الشكل هذه خمسة خمسة estable عندي اللي أعطai معنو معنتها نربع نكتب نكتب خمسة x يساوي 40 ندرك واسم أن يخرج أن يخرج العدد لنتيجة تاعه تعطينا 40 يعطينا 40 يعطينا 40 على 5 ويعطينا هنا 8 يجب أن نرى إلا بالصحة ولا لا كنعمل 5 في 8 تعطينا 40 يعطينا هنا نقول هنا نقول العدد العدد الذي صورته 40 هو العدد 8 معنى هنا ندرون كيقولوني أوجد صورة العدد هنا نعود كيقولوني أوجد صورة أوجد صورة نعود نعود كيقول لك أوجد صورة نعود كيقول لك أوجد العدد نحل المعادلة نحل معادلة هاي لاحظة طبعية أتشوني أعود نخدمه الدلة تألفية أو نخدمها المثال تدلة تألفية بنفس الطريق يعني نخدمونها الحالتين نمشي ونكتبه جيلي إكس جيلي إكس هي إثناني إكس زائد ثلاثة مثال اخدمناها من أكبر نحاول نخدمها نقول لنا ما هي إيجاد إيجاد ما نكتب ما هي ماش نكتب السؤال ولا جواب إيجاد العدد إيجاد صورة عفوا famoso لك معدتها لكي ن口تب هأنالكا أوجد صورة معدتها أوجد نتيجة العدد وجد نتيجة العدد معدتها نعوّد معدتها نعمل جي ل أربعة تساوي اثناني في أربعة هادها زائد 3 أي تساوي إثناني في أربعة تعطينا تمانية زائد ثلاثة تعطينا 11 يقولون اوجد ايجاد العدد الذي صورته 11 بالدلا جي نحط له 11 ونصيب الربع في الاول اعطونا الربعة 11 ونصيب الربعة ايجاد العدد الذي صورته نتيجته جي لح 11 2 2 x 3 11 نحل المعادلة هيا عندي هنا نعود ونكتبها بجملنا التلفوش 2x زائد 3 يساوي 11 ايضا نوقع هنا جينا 2x يساوي 11 ناقص الهتا اقتردنا بعتول لكم بدلوا الاشارة جينا 2x يساوي 8 معنتها x يساوي 8 على 2 يساوي 4 هيا ايدي خرجنا الربعة لحظة معايا ومن هون يكتب اي اي العدد الذي صورته 11 هو العدد 4 لحظة معايا هذا فيما يخص العبارة الجبرية تعداد دوال وفي نفس الوقت الصورة والسابقة عند هذا يقوم اوجد العدد الذي صورته بعد هذا والسابقة وهذا والسابقة دائما النتيجة هي الصورة كما تفهمنا النتيجة هي الصورة والعادد هذا الذي نعوده هو السابقة ايه وتوما تفهموا ليس ما يتلف لك ثم عوده بشوية بشوية تصدقها قصة المعند برك ادامك نمشي هذا الوقت لتمثيل التمثيلات البيانية نمشي لتمثيل البياني تعدال الخطية دلا تمثيل بياني تمثيل بياني للدلا الخطية لاحظ معي نمشي لتمثيل البيان تعدال الخطية نرسمه مخطط لكي تفهمه كيف يتحدث عامل بعد كيف يتحدث كيف يتحدث وتفهمها تحفظه في التمثيلات البيانية قال هذا يتحدث وهذا يتحدث والحفيظة كيف تفهمها صحي كل شي يسهل ما عندكم حتى صعوب لاحظ معي أول بالنسبة ل F L X يساوي X لاحظ معي F L X يساوي X ما عندنا هنا وقلنا باللي هنا السابقة هذه هي L X وهذه هي النتيجة هذه نتيجة هذه الصور وهي Y هذه X فاصلة هذه الفاصلة وهذه الترتيبة هذه السابقة وهذه الصورة هذه X هي السابقة كيف تعلمنا فيها نتيجة هي الصورة التي هي الترتيبة والسابقة هي الفاصلة وهي العدد هذا كل عند الوكالة على الهاتف وقلنا بالنسبة للدالة الخطية وقلنا بالنسبة للدالة الخطية وقلنا لا تخلص في هذه الحالة F 0 يساوي 0 نعمل الجدول المساعد مثال X F X X هنا نعمل 0 جينا A في 0 وتعطينا 0 يعني التمثيل بين يبدأ من واش يبدأ من المبدأ هذا يبدأ من هذه نقطة من المبدأ يبدأ نرى كمثال كننعمل مثال بين كننعمل F X يساوي كمثال 2 X أي كننعم وضع هنا بال 1 تعطينا F 1 تعطينا ساوي 2 F كنعود بال 1 F 1 ساوي 2 في 1 تعطينا 2 معنى النقطة الأولى هي 0 0 والنقطة الثانية هي 1 0 هي 1 2 أي نمشي نمشي لتمثيل البياني التاعي نجز وهذا سنتيمات وما نعطينا السلم نمشي نقسم أي درمق عندي 0 0 هذه 0 0 المبدأ 0 0 مبدأ وبالنسبة الواحد 2 هذه الواحد في السابقة التي هي فاصلة وهذه الاثنانية تأتي في الترتيب وهذه النقطة تأتي هنا أي درمق نربط المستقيم هذا تعدى الخطية F ويقول أن F تمثيل البياني الذي يدع له F هي عبارة عن مستقيم يمر من المبدأ هنا نقدر أن يكون قيم سالبة كما هذه لا علاقة كمثال وضعية معاشة أو لا نقدر يكون سالم نقدر نرسم المعلم ككل بالصحة أنا أحاول أن أعطيكم ميل للجزء المجب الأول للمكان وشيء ثاني بالنسبة للمكان وشيء ثاني في جل التبارين الوضعية للشهادات لا يضع وضعية معاشة ووضعية معاشة لا يوجد تقريبا الجهة السالبة نقدر للمشاهدة بالنسبة هذا A يسميه معامل توجيه هذا A هو معامل توجيه إذا كان موجب تمثيل بياني يطلع وإذا كان سالب تمثيل بياني يابط لاحظوا معي هنا الفكرة ناخد موحة المثال هيدا بشتوف أشوف معاي هاد المثال نعمل ندرك دال خطية بصحف عوض نكتب ها تساوي نكتب A2X نكتب تساوي ناقص A2X بشتوف هاد الفكرة شوف ها لاحظ معاي هود نرسم تمثيل بياني وميز ومع توقع بلد بسي فعلي نعمل الصفر دائما تعطينا الصفر معانتها دائما المبدأ هذه حاجة بين ضد اللغطية هي تعبر عن وضعية تناسبية والتمثيل بياني تحبار المستقيم يوم من المبدأ متحلح معاي هنا نرسم عندي بالنسبة نعود كمثال بال1 ما نلقى نلقى ناقص 2 معانت هنا 1 1 2 2 هنا 2 2 تشوف 1 2 تشوف معاي الدلة كيف يصير لها لا تطلع تهبط تشوف معاي الدلة تهبط لا تطلع تميز معاي هنا في الصفر تعطينا صفر يوم تهبط اشتو علش قلت معامل توجيه هذا اه أول يحكم منها في الدلة إذا تطلع ولا تهبط إذا عندي اموجل معانتها الدلة تطلع وإذا عندي معامل توجيه السليب هذا ا سليب مع الدلة تهبط نزيد واصل بالنسبة للدلة تألفية تمثيل البياني تدلة تألفية جيلي اكس عفوا مشي شرط يسميه انه دائما جيلي اكس انا انا حاولت كيعمل تبديس بجيلي اكس انا كامل كلهم انا نعمل لهم جيلي اكس اشتبع معاي ومتتلفوش تمثيل بياني التحق نرسم جدول المساعد لدي اكس وعندي جيلي اكس انا ادرمك هنا كي نعود بالصفر اختر نرسم ميز معاي اشترك لماذا نحتاج نقطتين لا نحتاج واحدة ولا نحتاج نحتاج دائما نقطتين لا نحتاج نقطتين لماذا الخطر كان نرفض هذا وضعت نقطتين وكان قول تلميذ يرسم مستقيم يمر بهذه النقطة ما يرسم المستقيم مالي نهاية واحد يرسم وحي هذا واحد يرسم هذا مهم تمر بهذه النقطة تحمي هنا كمثال نقطتين هنا هذه وها تقول ارسم المستقيم الذي يمر من النقطتين هذا عندي مستقيم واحد يمر من هذا النقطتين غير هذا حتى التلميذ آخر يتلع او نفس شيء يرسم نفس الموساق. ما يقدرش يرسم موساقين اخر. لهذا السبب. لهذا السبب احنا بالنسبة كي نقول لكم عين جدول مساعد. تستعملوا نقطتين. ما تستعملوش غي نقطة واحدة. لاحظوا معي. هذا على شاهدين محيو هذين. خليوهاش. باش نزيدو نكملوا فهم. باش نفهمو. كنا بلين نفهمو. ما نحفظوش. واي حاجة نسألو. ما نتقاش غير لا نتقبل كلش. ايا لاحظ معي. بالنسبة كي نعملو السفر. كنا بلين نفهمو. ما نحفظوش. واي حاجة نس نعملو. اثنانة في سفر. سوف تعطينا سفر. ثلاثة تبقى لي. بعدها الثالثة. بعدها النقطة اللولى هي. ثلاثة. بعدها التمثيل البياني ما يبدأش من المبدأ. يبدأ من نتيجة ثلاثة. نمشي وعود كنعودوه بواحدة. كنعودوه بالواحد. اثنانة في واحد. تعطينا اثنان زائد ثلاثة. تعطينا خمسة. بعدها النقطة الثانية. اللي هي واحد. خمسة. حان. احنا واسم كنا. كنا بلين لها هذه السابقة. هي. هي الفاصلة والصورة نتيجة هي ترتيبة مش تكونوا عارفين هادي كاملناها من قبل مهم هذه سابقة معنتها فاصلة هذه نتيجة معنتها ترتيبة هذه فاصلة معنتها هذه السابقة معنتها فاصلة وهذه ترتيبة هذه الصورة الصورة والنتيجة هي ترتيبة معنتها تمثيل بيانة الدلاجة يمر من النقطتين هذه ايه لاحظ معين نمشي ونرسمها هذه الدلاجة العفو على تصدار ما متمكن من هذه الطابلات يعني عادة هنا نتعلم كما نتعلمه هنا نتعلم لكي ترونوا بللي هاو دا أستاذ واني نتعلم نشيح شو ماك نتعلم هاو دا نتعلم ونغلات ونسجد ومعليش مهم هناش مهم نتعلمو مهم نخدمو يلاحظ معين عندي بالنسبة لصفر ثلاثة الصفر ثلاثة تجينا هنا هادي هي ثلاثة هادي عفو هادي هي ثلاثة تجينا هنا عندها في الصفر ثلاثة هادي البديدة تعتمثيل بيان ايه يعود عندي واحد خمسة هاي دي الخمسة هادي عندها عندي هادي الواحد خمسة هادي هادي كش نسمي وهادي صفر ثلاثة وهادي هادي النقطة هادي اللي عندنا هنا هي واحد خمسة ايه درو قاسم نعمل هناك تشوفوا باللي اه هو اتناني وهو زائد اتناني معنتها موجب معنتها الدالة تطلع هادي من ثلاثة تبدي وتطلع هاديك وتجي ماشية هادي ايه هناك تبجي ل اكس اشتركوا الدالة تعالى هادي هادي فيما يخص الدالة تألفية وكان يعملون وكان يعملون هاديك كان يعملون هاديك الاثناني حرجعها ناكس اثناني الدالة تهود ها نعملوها نعملوها هادي ماش تشوفوا ماش ميحبجانا يكون عندكم الشك ولا تكونوا هادي معارفين شي لا تحقق ولا لا انا اقول لكم بللي هادي معلومة مؤكدة هادي جي لأكس كان نبدل نعمل جي لأكس يساوي ناكس اثناني اكس زائد ثلاثة انا ماشي نرسم الجدول المساعد الجدول المساعد يجي كما هادي اكس هنا اكس ايه هنا عندي بالنسبة للصفر تعطينا ثلاثة دايما بالنسبة للصفر ثلاثة نكس اثناني x3 إنكس اثناني x3 تعطينا واحد و واحد ثلاثة نكس اثناني تعطينا واحد هنا النقطتين تعطينا что واحد لاحظ معي درقم شنقص نجزء هذا أي شو الصفر ثلاثة هاي دي صفر ثلاثة هادي هي صفر ثلاثة الواحد واحد فينشي هادي هي الواحد واحد هادي هي الواحد واحد وسمكم تميزوا هوا هادي المبدأ هادي البديلت على تمثيل بياني هوا دا كين هبط هاكتو كين هبط هاكتو كين هبط المطاف لي الراني هنا فقط bên okay من هذا كعทำper سالة الauحد هاكتو كين هاكتو كين حدون نخرج A من التمثيل البياني كين هاكتو كين هو برسمونا بيتمثيل بياني هادا وريدو إبتو خرجونا A أعطونا بيتمثيل بياني وطلبو مني استخراج أ لاحظ معا نحن نمشي هذه النقطة و أين نبدأ اللون لكي نفهمكم ملاح لاحظ معنا يقولون أن خرجونا من البيان خرجونا البيان مع أنت عبارة الدلة التألفية من البيان نخصني خرجونا التقاطع تحت تمثيل البياني مع محور التراتيب هو بي هذا هو بي التقاطع هو نقطة هو العدد تتقاطع مع تمثيل البياني تمثيل بياني مع محور التراتيب تقاطع تقاطع هنا في ثلاثة معانتها البي يساوي ثلاثة كما هنا نفس الشيء تقاطع مع التمثيل البياني في ثلاثة معانتها بي هو ثلاثة أرى ما تغيرزي هل تنحن مع قبل محور والإنزلي نحن ذلك نحن ودعغة البياني التراتيب نحن تأخير بتدريجة واحدة بتدريجة واحدة بتدريجة انا قلت تدريجة هنا انا مدرجة بسنتيمة تنزيح نحو اليمين نحو اليمين دائما بواحدة حاول خصني اما نطلع اما نهبط لكي نتقاطع للمرة الثانية مع تمثيل بين هنا بش حال طلعت هنا طلعت واحدة اثنان هنا طلعت بتدريجتين مع انتها يساوي زائد اثناني كي نطلع مع انتها موجب كي نهبط سالب هنا تقاطع هنا نقطة تقاطع نمشي للب نكحس بتدريجة واحدة نحو اليمين دائما نحو اليمين نحو اليمين ما حال نحو اليمين واحدة اثناني مع انتها هنا درموك عندين ناكس اثناني مع انتها ا يساوي ناكس اثناني ما يساويش زائد اثناني ما نشرك ما هنا نطلع ونفس الشيء من نسبة للدلة الخطية هاو اذا لاحظوا معايا نمشي للدلة الخطية اللي ارتمتها لكم من قبل هاو اذا لاحظوا معايا شوفوا نمشي اللي هنا شو ميزوا معايا دروق هذه تقاطع في المبدأ معانتها في المبدأ هذه هي بي هذا هو والبي بي يساوي صفر على بي لا نكتبوهش لهذا السبب كمثال اثناني اكس زائد صفر لماذا نكتب زائد صفر لا لديها حتى تأثير من ناحية اي دروق نحو حزب من بي نحو حزب واحدة تدريجة واحدة هذه نحو اليمين اي دروق نحو بط نحو بطل هذه نحو بطلها نحو بطل التمثيل ما حالها بطل الوحدة؟ واحد اثنان معانتها ا يساوي ناكس اثنان قلنا بلي كنا نحو بطل كنا نحو بطل ناكس كنا نطلعو زائد شوف معايا عاود هذه هنا البي هو صفر هذا هو البي هو صفر معانتها ما نحطوهش اي دروق هنا نفس الشيء نمشي لهذه النقطة بي نمشي نحو بوحدة نحو اليمين دايما نحو اليمين نحو الياسر اي عاود بتدريجة واحدة اي عاود نطلع قلنا نطلع التمثيل البياني نوصل الى هذه ما حال تحركتنا الخطرة؟ واحدة هذه هي تدريجة الأولى اثنان طلعت بالزوج معانتها زائد اثناني معانتها ا يساوي زائد اثناني وهي هدنا عندي الدلة الخطيئة اللي حطيتها افلي اكس يساوي اثناني اكس لاحظتوا معايا؟ ليس شيء صعيب هذا شيء سهل قصوه بر كتركيز وقصوه شوية تحدي وباعتدي تحديئ بدلا ماذا تحدي generals تحديئ inflation قابلة لله لاحظوا اللحظ معايا نت Technical ما هي مثال يدينا عاود يعطوها انها اتنان اكس ويعطونا جيلي اكس يعطونا هي كمثال اه اه هنا يحطونا عفوا حطونا هنا اربعة اكس باش تخرج لنا صحيحة العفوان يخدم مباشرة مع الزبسفالية او لغال نجينا هنا وهنا حط اتنان اكس زائد اه اربعة زائد ست مثالا ادرك هذه الدلات خطية هذه الدلات الافية يقولوا ان ارسم لاحظوا معايا يقولوا ارسم تمثيل بياني للدلتين هذا في نفس المعلم هاو نرسم المعلم هنا لاحظوا معايا نمشي الى هنا الدرجة هذه هنا المعلم ما شرهم سيقدم لعب ساعدش لا ما يهمني ايش المعلم اهمني تفهمون اخترتوا ما تركيت تيوت في الرسم ترسموها مسيقد انا نحاول نرسم كمي مخططات باش تفهموا باش نربح الوقت باش نقدم بزاف اشياء يلاحظ معايا نوقع هنا عندي بالنسبة للجدولين نمشي نرسم الجدولين مساعدة ما عندي شي جدولة عن واحد عندي جدولين جدول الاول وجدول الثاني عندي جدول تأف وجدول تعجي شو معايا نوري لكم حط طريقة يخرج لكم التمثيل بياني تشاهده يخرج لكم مياه بالمياه صحيح هذه عملتها في الفيديوهات السابقة هنا اكس افلي اكس هنا اكس جيلي اكس شو معايا هنا دائمان اللولة نعود دائمان بالصفر دائمان دائمان مهما كان دائمان اللولة السابقة اللولة اللي نحطها هي صفر ايه هنا في الافلي ايس تعتنا افلي سفر يساوي اربعة في صفر وتعتنا صفر جي لي صفر جي لي صفر طاعتنا 2 في صفر تمشي تبقى لي هنا 6 معنى هنا النقطة الأولى هي صفر صفر النقطة الثانية هي صفر 6 النقطة الثانية ندرك هذه السابقة الثانية ونضعها على الزهر ولا نمشي نكتب واحد كما بعد دائما يعملها واحد ويبعد حاصل في التمثيل البعين هنا نمشي نعمل نخرج السابقة وين اطلاقة تمثيل اطلاقة تمثيل لين البلانية معنى هنا نعمل fdx يساوي gdx نحل المعادلة نكتب هنا 4x يساوي 2x زائد 6 ايه جينا هنا دين نقلبها اللي هنا جينا هنا 4x ناقص 2x تساوي 6 معنى هنا 2x يساوي 6 معنى هنا x عفوا في الكتب اللي كتبه الله غالب x يساوي 6 6 قسمة قسمة 2 3 معنى هنا نكتب هذه نكتب هنا ما نكتبش واحد نكتب 3 اللي تخرج لي في الحلثة المعادلة نحطها شو اللي خرجت لي هنا نحطها هنا ايه ونعود شو يخرجونها كيف كيف شوف 4x3 تخرج لنا اللولى تخرج لنا 12 4x3 هي 12 4x3 f3 هي 4x3 تخرج لنا ونفس الشيء بصيف عليها الأخرى تخرج كيف كيف شوف معايا حتى الأخرى تخرج لنا نحط هي نفس الشيء جينا j لثالاتة هي 2x3 وهي 6 6x6 تخرج لنا 12 معنى هنا نظر مكفة تمثيل البيانة لاحظ معايا هنا نحاول نمحي هذاك نمحي هذاك تمثيل البيانة ماشر مسجد نحاول لاحظ معايا بالنسبة بالنسبة للسلة من قياس الرسم هم يعطوها النفس الشهادة هم يقول لك كمثال في الفواصل 1 سنتيمة وقابله وبالنسبة لمحور ترتيب هم يقول نحاول نخدم لكم مثال المخطط ثم نعود هذا بالنسبة 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 الفواصل نعمل كمثال 1 2 3 4 5 6 موهم هذا L6 هذا L6 وبالنسبة للصور الناتجة هنا نحب ندرج بإثنانين نحب ندرج بالواحد لا ندرج بالواحد هذا لكي تكون عندكم ما تشوفوا أحسن هذا لكي نحاول نعملهم ككلهم هذا لكي لكي لا تتفهم ولو تكون مفهومة لكي لا تحصل لكي لا تحصل شيء أخر هذا هنا نكتب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر هدو همان لزيجراك النتائج هدو سوابك لهم العداد هدو نجراك هم النتائج عندما نرسم لاحب معا كنجي نرسم الحاجة اللولة اللي نقوم بها هي رسم نقطة الطلاقي هذه نقطة الطلاقي هي اللي نبدي بها هي اللون هذا لاحب معا نمشي نقطة الطلاقي هادي نحاول نعينها فرع هادي ونتكون نخرجها نقطة الطلاقي هي اللي نبدي بها هي اللون هادي اللي هي ثلاثة اتناش هادي نمشي ثلاثة اتناش هادي تخرج لها هادي ثلاثة اتناش هادي نقطة الطلاقي اللي نحتاج هدية الاساس كنجي نخرج نقطة الطلاقي خطر من بعد الاسئلة يبقى يقولون قارن الدلتين كل شيء يكون عندي مخدوم ما نبحث ما نحوص ما له وحتى نجي نمدد ولا نرسم التمثيل البياني تعيما نبقى خايف الى اطلاقة في نقطة الطلاقي او لا اطلاقاش اذا تخرج بالصيف عليها تخرج صحيحة لاحظ نبدأ بالولا عندي بالنسبة لدلة F X تبدي من الصفر تبدي من الصفر هادي تبدي من المبدأ اللي هو صفر صفر ايام نرسم الدلتين ابتداء من هذا صفر صفر ونقطة الطلاقي هادي لاحظوا هنا نرسم تمثيل البياني يمر من المبدأ هذا نحاول نتحرك تحرك حتى كنا نقطة هذه يسميها F A X هذا بالنسبة تمثيل البياني الأول يبدأ من المبدأ من الصفر صفر ويطلق في النقطة هذه ماذا عاود نعينه 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 وعاود الدل جيلة X هذه جيلة X تبدأ من 6 تبدأ من 6 وتمشي من 6 هذه هذه هي 06 تبدأ من 0 إلى 6 جيلة X تقوم من 6 وتمشي حتى توصل إلى نقطة تلاقي هذه ونسميها J X ولا هذا بالنسبة المستقيم بالمستارة لنرسمها بيدي يخرج كما لا يمكن أن نرسم مستقيم مستقيم منها مسلحة حاول ترسم هذه كلمة العفو ثم بسعو معرفة عرفة الخطيئة والتألفية عبارة عن مستقيم تلاحظ معايا دروق هنا يرسم لنا الدلتين هنا بالنسبة للتلميذ يمدد بالمستارة ويخدم لا يبقى خايف إلى نقطة ويأتي أسئلة يقول لك يستخرج نقطة تلاقي إذا إذا ترسم بال 1 و بال 1 و تمدد هنا ويخرج الخطأ ويسقط المعلومات تلقى الأخطاء كمثال كل صحابك يلقى 3 و تلقى 3.2 الآن الخطر لك أحس المصدار قليلا عندما توقع في الخطأ أما بهذه الطريقة فإنها مضموعة 100% عندما تخرج 100% تخرج صحيح مثلا لو كان أستاذ المصحح يرسم الواب ويصم التمثيل الباين بالورق الشفاف ويضعه فوق الرسم يخرج 100% صحيح في هذا الحال يخرج لك كل شيء صحيح نمشي ونوكل القراءة التمثيل الباين يقولون اقرأ التمثيل الباين في قراءة التمثيل الباين عندي هنا 3 تعل الحالة عندي الحالة اللولة من الصفر ل ثلاثة ثلاثة لا نأخذها عوي عندي 3 عوي عندي من ثلاثة وإن اخر عندي ثلاثة الحالة لقرأ بين الدلات حسب حالة X أو لا هنا نمشي عندي ثلاثة الحالة عندي X في هذه حالة X نقل نتبع نقطة الطلاك في هذه الفاصلة تبع الفاصلة في نقطة الطلاك هذه التي تحكم الخطر هنا يتميزه في الثلاثين تلاحظ بالله هنا في هذه النقطات التلاقي يتبدل الشكل التحدي الذي يكون الفوق الذي يكون الفوق الذي يتبادل الذي يكون كبير الذي يكون صغير هنا عندي في الحالة X أصغر من ثلاثة الحالة X أصغر من ثلاثة وما ترى تمثيل بيانه كيف يريدون النون لكي لا يتبادل لكم أصفر يتبادل لكم الحالة X أصغر من ثلاثة ثلاثة ما نأخذوه نقطة التلاقي يكون الدلتين كيف كيف واسم عندها كنجين نرفضه في الواقع يخلصوا نفس السحر عندهم نفس النتيجة يخلصوا كيف كيف بالنسبة لكم الحالة ويكون عندها X أصغر من ثلاثة من الآخر تمثيل بيانه تمثيل بيانه تمثيل اكس تمثيل بيانه حتى ما تكتبه تمثيل تمثيل جيلي إكس فوق تمثيل أفلي إكس معنتها هنا واسمع عندي واسمع عندي نفهم هذا نفهم باللي أفلي إكس أصغر ولا جيلي إكس أكبر من أفلي إكس معنت اللي يكون الفوق هو الكبير واللي يكون التحت هو الصغير معنتها كي جيلي إكس فوق معنتها جيلي إكس هو الكبير أي أدرون كان يقولون ما هي الأحسن تكلوفة الأحسن تكلوفة هي الصغيرة هي الملاحة فلي اكس هي الأحسن إذا كنت صاحب الشركة إن شاء الله تكون صاحب الشركة فهذه الحالة يدخل المال كتر هو الأحسن بالنسبة لك الأحسن هو جيلي اكس بالنسبة للزابون فلي اكس هي الأحسن لكي يخلص قل هي الأحسن نمشي إلى الحالة الثانية الحالة الثانية ويكون عندي اكس تساوي ثلاثة معانتها هذه كتعلنا الفاصلة نقطة تلاقي في هذه الحالة يكون عندي نقطة نقطة تلاقي تمثيلان هذه واسم معانتها معانتها أفلي اكس يساوي جيلي اكس معانتها هنا كي يقولون قارن دلتين من حيث الكلفة هنا قلوب اللي يدفعها نفس الثمن بالصيغة الأولى بالصيغة الثانية بالصيغة يدفع 12 و بالصيغة الجيلي اكس يدفع 12 معانتها يدفع نفس 12 معانتها هنا لا يكون شيء اختلف بعد الأحيان في الأسئلة تقول لك متى تكون لهما نفس المساحة متى تكون لهما متى يدفعها نفس الساعة متى تشوف نفس في هذه الحالة نقطة تلاقي كتشوف يقولون لكم نفس معانتها نقطة تلاقي تقول لك أحسن وأسوأ وهذه الأشياء معانتها كين فوق وتحت معانتها تمثيل بأي يكون فوق ولا تحت هنا هي أو السواء نمشي و بعد الأحيان تحل المترجعة بسبب أكبر وأصغر هنا تحل المترجعة يقول لك حسابيا وهذه بيانيا نمشي و لحالاته اكس أكبر اكس أكبر من ثلاثة معانتها من ثلاثة و طلح في هذه الحالة و سوف تشوفوا تمثيلها البيانيا تبدل المواقع التحب هنا و سوف تشوف بإنسبة هنا غلي إكس غلي إكس يولي تحت تمثيل البياني بتاع غلي إكس تمثيل بتاع غلي إكس يولي تحت آفلي إكس تمثيل ضرورها يعقلون بذلك معنا لهاتف جل íx أصغر فصف هنا ذلك ان يقولون أن لأحسن كله جل íx يفعل Force معنه جل إكس لديه الوضع في نقطة تلاقي تبدلون الذي أكل أكبر أصغر وملو أصغر الذي من بعده نقطة تلاقي الذي يكون من بعدها وملو أكبر وملو أصغر وملو أصغر سم Ric بالنسبة لهذا الشيء هذه الخلاصة حاولت عملت خلاصة قصيرة مجرما لخطر الدلالة الخطيئة والدلالة التألفية والدلالة الثابتة فيهم بالزعب فيهم وضعيات كثيرة في هذه المساحة كانت السرعة كانت الإحصاء كانت كل حالات انا حاولت عملت هذه الخلاصة لتلميذ لي ما يكون كمثال عارف حتى حاجة على الدلالة الخطيئة والدلالة التألفية وتكون مخوفاته وما عارفش كشي يبدي هذه عملتها كبداية باش منها الانطلاقة من هادشي تقدر دروق تفهم واسم عندها الدلالة الخطيئة والدلالة التألفية تبدأ تحل في الشهادات وتحل في التمارين وشوف روحك اذا عجزت ولا حصلت عاود بعتلي انا حطيت لكم في القناة حطيت لكم الجيميل هادك الجيميل حطوا فيه الوضعية اللي غبنتكم ولا السؤال ولا وانا نحل لكم هادك الوضعية وهذاك السؤال بلا اي مشكل بلا اي مزيئة وهذا الشي العمل تاعي نعاونكم بقدر الامكان الهدف تاعي هو المساعدة تاعكم لا يخل لكم بالنسبة للمشتركين يحاولوا يضغطوا على زر الجرس باش كنحط الفيديو مباشرة يخرج عندك ما تبقاش تبحث على الحل اخطر بعض الاحيان تعطيني السؤال وهنا نحطه وانت تبحث عن الحل اين هون هنا من الاحسن اني كنحط الفيديو مباشرتين يكون عندك اشعار باللي عندك فيديو جديد كنت تحلوه تلقى العنوان دالة خطية ودالة الوفية اه تخدمه وتراجع ان شاء الله ربي يعاونك ويعاونك 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 ان شاء الله اخصك يليك ان شاء الله ربي يعاونكم اختراكم محتاجين لمساعدة مش يغي من كامل الاساتيدة ومن بعضكم حتى ثم يعاونوا بعضكم ما تكونش هذا العنوان يكونش حكر بيناتكم لكن لكم بالنسبة التلاميذ المتفوقين يحاولوا يساعدوا التلاميذ الاخرين كما قلت لكم ما كانت تلاميذ ضعيف ما نقول لكش باللي تساعد التلاميذ ضعيف لخطر ما كانت تلاميذ ضعيف كلكم تلاميذ ملاح ما كانت تلاميذ ضعيف الا اللي يضعف روح وليستسلم معنى تهدر واحد كمثال لنا كحتة تكون ما تعرفوا هلو تبع الفيديوهات بشوية بشوية حاول تعاند 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 كما لا تتحدى بعد الأحيان تتحدى صحابك تتحدى اي حاجة في دنيتك تتحدى تمرين تارياضي تتحدى موضوع تلك والله لا تجيبه واني متأكد باللي تقدر تحقق كل شيء اللي تتحلم به الا خصها ايرادة وخص واحد يكون عنده قلبه كويه لا يكونش فاشل خطر بعد الأحيان الانسان هو يفشل روحه بيده كل شيء ما يعرفه ولا التلفل بحاجة في شئ ايّ يحكم على المادة ولانها سعوبة ويحكم المام وتعلم كانونnous بالحمس وحاول دائما تخمم ايجابيا ..حاول دائما تأكيد ايجابيا عمرك لا تفكر وامرك ولا تقول نفس البي Scots لماذا تخسر البيان؟ لماذا حكمت على نفسك أنك تخسر البيان؟ ربي لا تخسرك، ربي هو الذي يعطيك وهو الذي يخسرك وربي لا تخسرك، ربي عمره ولا يظلم العبادته ولا يضعفهم، دائما ربي مساعدنا حاول تدعي ربي، يقبض فصلاتك ودعي ربي يعاونك أنا أراني هنا كي نعاونك بقدر الإمكان إن شاء الله يا ربي نكون وفيت وفهمتك هذا الشيء الذي قدرت نقوم به وتكون زيد إن شاء الله في الأيام المقبلة إن شاء الله المدابية هذه الأشياء، هذا الشيء الذي قمت به الدالة خطية وتألفية، هذا الشيء بسيط الخطية والدالة لها الدوال فيهم شيء شاسع وواسع ما نقدرش في فيديو صغير نحط لك فيها كل الأشياء حطيت اللي قدرت عليه، اللي حسيت باللي كبداية يكون أساسي مع أنت هذه الأساسيات، لازم تكون تعرفهم في كبداية لازم تفهم واسم ما عندها دالة ألفية ودالة ثابتة مش عادة تخدم بهم، من المستحيل أنك تحل وضعية أو مسألة وأنت أصلاً ماكش عارف واسم هم الأدوات أنا حاولت نعم حاولت وضحت لك الأدوات بعد اللي تخدم بهم أنت تبدع، باقي لك الإبداع، أنت تأخذ المسألة وضعيها حاول أن تضعها على حساب فهمتك، وبشوية بشوية والله لا تقدر عليها وأنا نتائق فيكم وكل تلميذ الجزائري داكية بالفترة نحن نعرف بالله كل التلميذ الجزائري داكية وإلا أنهم ما أعطوهم مش فرصة باش يحقوا هذا القوة اللي عندهم ما أعطوهم مش فرصة، الله غالب، معلش إحنا أنا نعطوها لارواحنا، إذا ما أعطوها لناش هما إحنا نعطوها لارواحنا أنا كأستاذ أني أعطيتها لكم، أنا ما حقرتكمش وربي ما حقرتكمش وحاولوا تخدموا وقدر المستطاع، ورا عندكم عشرين يوم إن شاء الله تفرحوا ويستعدوا والدكم بكم، وحتحنا نستعدوا معكم إن شاء الله ربي عاونكم، صحف طوركم، وشكرا